اشتركوا في القناة 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 هنفتح الـ data set وهنبتدي نعمل select على كل الليرز اللي احنا انشأناها وبعدين نعمل okay لغاية كده لو انا عايز اعمل save للصورة وللير اللي احنا عملنا لها يبقى انا هعمل save للـ mxd يبقى الـ mxd هيحفظ ايه؟ هيحفظ معي ان احنا معنا ملف ونزلنا فيه الصورة الفضائية ونزلنا فيه الليرز اللي احنا نشتعل عليه خلاص ونعمل ونسميه test برده كده كده بقى معايا mxd اسمه test okay احنا المرة دي هنعمل ايه؟ المرة دي هنعمل digitizing طيب طالما احنا عملنا digitizing لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل نبتدي بايه الاول؟ لازم نعمل حاجة اسمه start editing يبقى كل الادوات المختصة بالرسمة او بال digitizing اللي هي موجودة في الاغلب معظمها يعني موجودة في التول برده مش هيحصل لها اكتبيريون غير لما نبتدي نعمل start editing ما ننساش الخطوة ديش المهمة جدا فهنعمل ايه الوقت؟ هنعمل start editing طيب لما عملنا start editing هنلاقي كده معظم الادوات بتادي تبقى active جاهزة ان احنا نشتعل بيها عشان ارسم في الليرز دي على الصورة الفضائية دي لازم نبقى عارفين كده اه يعني بعض القواعد الاول مش مهم خالص ابدأ بترتيب انهي لير يعني مش مهم اه السوفتوير ما عندوش مشكلة ان انا ابدأ في اي لير مش مهم الترتيب خالص لكن بالنسبة للكيس اللي قدامنا دي يفضل طبعا ان انا ابدأ يعني بنسبة كبيرة لاصح طبعا ان انا ابدأ بالرسم بتاع الشوارع خلاص دايما نبدأ باللينز الاول وخصوصا ان في الحالة دي ان الشوارع هي اللي هتحجم المنطقة بتاعتي يعني انا بعد ما برسم الشارع بناء عليه هيبتدي الكيرفات بتاع الشارع هي اللي هتتحكم في شكل الكيرفة بتاع البارسل او قطع الاراضي فالمفروض طبعا ان انا ابدأ الاول بالشوارع خلاص طيب وانا ببدأ بالرسم في الشوارع المفروض ان انا ابدأ الاول بالشوارع الرئيسية ما ينفعش ان انا ابدأ بالشوارع الفرعية وبعدين ارسم الشارع الرئيسي لا الاول ابدأ بالشوارع الرئيسية الاول اخلصها كلها وبعدين ابدأ بالشوارع الفرعية دي اول قاعدة تاني قاعدة لما ابدأ في شارع حاول خلصه من اوله يعني يبتدي فيه من اوله لغاية اخره. يعني انا وانا ماشي في الشارع مش كل ما هشوف شارع جانيبة هادخل فيه وبعدين اعمل يمين وبعدين اطلع تاني فوق وبعدين امشي شمال وهكزا لان مش ده للمفروض يحصل. انا باخد الشارع كده من اوله لاخره اخلصه بعد ما اخلصها ابدأ في الشارع التاني. تمام? خلاص يبقى احنا عملنا ايه? عملنا بتاعتنا وبعدين للصورة الفضائية وبعدين عملنا هبتدي غير بس في السيمبوليجي كده بحيث ان الدنيا تبقى اوضح شوية خليلوض مسلا وبعدين افتح من الجنب هنا اسمها كريات فيتشرز. كريات فيتشرز دي بتعمل ايه? هي اللي من خلالها بقدر اتارجت اللي انا هشتهل فيها. يعني ايه الكلام ده? التول بتاعة واحدة. يعني هي اللي بترسم هي اللي بترسم هي اللي بترسم طيب السوفتوير هيعرف ازاي انا هرسم لاين او بوينت او بوليجون هيعرف من خلال التارجت لان بشاور عائم هنا. يعني انا لما اعمل على الروت هيفهم ان انا بعمل اا ان انا هرسم لاين. فلو عملت كده هيبتدي ان هو هيرسم لاين. اول ما اعمل على البيلدنج هيفهم لوحده ان انا برسم بوليجون وهيبتدي يديني الشغل الشكل المغلق. اول ما اعمل على الاند مورك هيبتدي الواحدة يفهم ان انا همينج لبوينت. تمام? طب هو عارف الكلام ده منين بناء على ان احنا واحنا بننشئ اللير دي. في الاتا بيس كنا اخترنا ان بتاعها line او بوينت او بوليجون. تمام كده? دي تاني نقطة هنبتدي نتكلم عنه. طيب احنا ممكن نبدأ الاول بالخط ده. الخط ده عبارة عن خط سكة هديد. طب انا عرفت انه خط سكة هديد هو بين طبعا القطبان بتاعة القطر. ودي الجزء المعدن عامل انعكاس مع الشمس. ودي المحطة بتاعة القطر. طبعا طبعا هي بينها كده بنسبة كبيرة ان هي دي ريالوي مش مش شارع. وطبعا التأكد النهائي زي ما اتفقنا بيكون المساح او الشخص بتاع السيرفي اللي هو بينزل الفيل. واتفقنا قبل كده ان المشاريع اللي من النوع ده لازم بيبقى مع الجائس قسم تاني او اشخاص تانية هما اللي بينزلوا فالده هما اللي بيجبوا كل البيانات اللي هتدخل في الاتريبيوت تانية. تمام? طبعا هو الخط اللي قدامنا ده هو ريالوي مش شارع طبعا. فهنبتدي ناخده كده من اوله ونسكنه في اللير بتاعة الريالوي. فعمل عليها كليك ليه عشان السوفت وير يفهم ان انا الخط اللي برسله ده الوقت هيتسكن في الايه في الريالوي. ابتدي بس ديها هيا كمان سيم بولجي. وهبتدي ارسم. طيب ايه زوم اللي المفروض المناسب ان انا هبتدي ارسم بيه? الزوم ده الى حد ما مناسب جدا. طيب لا يفضل ان انا اعمل زوم ان جامد. كده طبعا ما بقناش شايفين العرض او او المساحة بتاعت الشارع وما بقناش شايفين يو اعتبر اي حاجة. ولا انا اعمل زوم قوت كده بحيث ان انا ما بقاش دقيق في شغلي او ما بقاش اه برسم في السنتر لاين. يعني ولا كده ولا كده. الزوم المناسب? الزوم المناسب حاجة باللقطة دي كده. ده كده انسب زوم منها ممكن ارسم فيه. وهبتدي تارجت اللي الريالوي. تمام? طيب انا كده حطيت. اللي احنا بنحطها دلوقتي دي ما اسمعاش نقطة ما اسمعاش بوينت دي اسمها بيرتكس. الجزء اللي بيشكل الخط اسمه بيرتكس. انا كده ما اسميش بحط بوينت. انا كده بحط ايه بيرتكس. حطيت اول بيرتكس طيب من هنا لهنا اه احنا شايفين في الفضائية ان الدنيا شغالة بخط مستقيم. فما فيش داعي خالص ان انا ازود عدد بيرتكس اللي احطها في المسافة من هنا لهنا. لو انا من من الحتة دي للحتة دي شايف ان انا محافظة على السنتر لاين وكي اخدها كلها مرة واحدة ما فيش اي مشكلة خالص. حطيت تاني بيرتكس. اخد الاداة بتاعت البان واعمل ازاحة للصورة. اوكي? وارجع تاني اعمل تارجت الريال وي عشان يبتدي تاني ديني التول بتاعت الرسم. بعدين احط البرتكس اللي بعدها. طيب ايه الحل الاسهل من كده? الحل الاسهل من كده ان انا عندي في الكيبورد الزراعي بتاعت الزراعي بتاعت الزراعي والسي. دول بيتحكموا ويعملوا آآ زوم اين وزوم اوت وبان. يعني ايه الكلام ده? يعني انا دلوقتي بسكيني التول بتاعت الرسم. مجرد ما احط ايدي على الزر. خلاص التولي تحولت ان هي بتعمل زوم اين. طيب دست على الاكس بقت بتعمل زوم اوت. شلت ايدي من على الاكس رجعت ترسم تاني. طيب حطيت ايدي على السيب. بقت بتعمل بان. شلت ايدي. رجعت التول تاني تعمل رسم. حلاص كده? طبعا وانت بترسم بيبقى مطلوب منك السرعة. مطلوب منك انجاز في الشغل وكمية في الشغل طبعا. فطبعا لو بتريت ان انت تشتعل بطريقة ان انت هتحط وبعدين تروح على التول بتاعت البان عشان تعمل وبان وبعدين ترجع تاني تمسك الروض عشان تحط تانية هتاخد منك وقته موجود كبير جدا. فالاحسن انك تبتري تتدرب ان انت تشغل ايدك الاثنين. يعني ايه انا ايدي اليمين هي لمسكة الماوس وهي اللي بتعمل ايدي الشمال. ايدي الشمال صوابعي الثلاثة موجودين على الزد والاكس والسي. استعدادا ان انا اعمل ايه? بالتناوب ما بين ايدي اليمين تحط ايدي الشمال تعمل بان. طيب تعالوا نجرب كده. انا كده هتعامل مع الكيبورد. خلاص كده. انا كده حطيت Vertex. ايدي على السي عملت بال. شايفين الحياة بقت اسهل ازاي? كمان? حقف الحط مؤقت. اوكي? نعيد الحطة دي تاني. عشان ما ناخدش باله. انا بعمل زوم اين وزوم اول من الكيبورد الوقت. عشان الناس اللي مش راضة بلا. هبتدرسم الخط تاني. خطينا Vertex. Vertex دانية. طول ما انا ماشي خطه مستقيم اخد اخد منطقة كبيرة معاي في نفس Vertex. مفيش اي مشكلة. اكي? لغاية ما جيت هنا. تريت احس ان الخط بتاعي بقى كارب شوية. فمش صح ان انا ابدأ يعني او افضل اشتهل بنفس التول بتاعت اللي بتعملي. تمام? عندي اوبشن تاني. حاجة اسمها انت بوينت ارك سيجمت. دي بتعمل ايه? دي بنقول عليها الارك يعني بيرسم الخط منحاني. فبتبدأ استعمل التول دي. طيب التول دي بتعمل ايه? بترسم زي شكل قوس كده. فاحنا الوقت واقفين عند كأننا واقفين عند بداية القوس. وكأني انا هنا واقف عند نهاية القوس. فحط Vertex بتاعتي هنا. وبعدين في النص هو اللي هحكم درجة التقوص المطلوبة. طب انا بحكمها. بناءنا على ايه? بناءنا على اننا سنتر لاين مع الصورة. احنا هدفنا ان احنا نبقى سنتر لاين على الصورة. ايه? وهبتدى حط النقطة الوهمية بتاعتي اللي في النص اللي هي بتعمل ايه? هي بس بتحدد درجة التقوص لكن هي في علاية ما حطتش Vertex هنا. وبعدين نعمل باني. اكيه? لسه الخط المنحني. بقى انا لسه ماسك الطول بتاعت الارج. تمام? اعملت الخط بتاعي كده. لسه الخط المنحني. اول ما حسيت ان الخط بتاعي رجع تاني شكل مستقيم يبقى مش صح ان انا افضل مكمل بالطول بتاعت الارج. ارجع تاني ازاي? ارجع تاني للطول اللي جنبها اللي هي اسمها Straight Segment. او اعمل تارجت على الروت تاني فهو الدافولت بتاعه وبيروح على ال Straight Segment. يعني اما اعمل كده. اما ارجع تاني اعمل click على اللي يرتد الروت. فهو الريدي هيروح يمسك التور بتاعت ال Straight. اوكي? وهبتدي احط ال Vertex بتاعتي كده. واكمل بالخط هنا. لغاية لما سهولة تخلص معي. هفهمل ايه? هامل finish sketch. finish sketch دي بتيجي ازاي? بتيجي من double click. يبقى وبنوالة عند النقطة القبل الاخيرة هقرر النقطة الجاية دي هتبقى مش click واحدة. لا دي هتبقى double click. تمام كده? طيب بنعمل الخط تاني مع بعض. عشان الناس اللي ما اخدتش بالا انا عملت له delete اهو. وهنبتدي ناخد الخط تاني. من الاول خالص احنا عملنا ايه? فتحنا برنامج الاركماب. اكيد. ليه فتحنا الاركماب? لان احنا الوقتي التاسك تاني ان احنا نعمل digitizing. والبرنامج الوحيد اللي بيعمل digitizing هو برنامج الاركماب او انترفيس الاركماب. خلاص? فتحنا الاركماب. مطلوب مننا نعمل ايه? نعمل add data للساتلائت image. ونعمل add data لكل اللير اللي احنا عايزين نعمل فيه. تمام? يبقى عملنا add للصورة وعملنا add لللي احنا انشأناها مع بعض المرة اللي فاته. خلاص? وبعدين روحنا عملنا start editing. وبعدين فتحنا من هنا. حدش ينسى. فتحنا التاب بتاعة اللي هي دي. وبعدين عملنا بتاعنا رود. ليه? عشان يفهم ان اللي برسمه دلوقتي. اه سوريا انا مفروض ابقى على railway. اعملت بتاعي railway. معلين سوريا انا جاليما اقول محاضرة كنت بقول رود? لا احنا نتفقنا ان الخط ده عبارة عن خط سكة حديدة فان مفروض بسكنه في الليل بتاعة railway. اوكي? فعملت بتاعي railway. وبعدين التالية ارسم الخط. وبعدين عملنا الزوم بالصورة عشان يبقى الزوم ده مناسب ان انا ارسم عليه بدقة. حطيت اول vertex. وتاني vertex. وبعدين بتاليت استخدم الزد والسي عشان اعمل زوم او توبان. انا كده مسكة الزراب بتاع حرف السي. عملت بن. وبعدين خطيت اللي بعدها. وبعدين عملت بن ديني. خطيت ال vertex. تمام? لغاية لما اللي حسيت ان الخط بدأ يبقى منحني. فروحنا اخدنا التول بتاعة ال end point arc segment. وقفت على اول القوس وعلى اخر القوس. لحد ما احنا شايفين طبعا. وبعدين حطينا النقطة اللي في النص اللي بتحكم درجة التقوص. وبعدين عملنا بن تاني. تمام? وبعدين رجي هنا. نساكتنا. الطول بتاعة ال straight segment. وبعدين جينا هنا عشان نقفل للخط عملنا ايه? عملنا double crack. تمام كده? آآ ممكن نوقف مثلا لغاية تمانية ونص. لغاية اما نعمل الخط ده كلنا مع وقت. عشان نرجع نكمل. ما ليش اللي بيقول ان الصورة نزلت عنده هي يعني غالبا على ما فهمت من المكتوب. آآ ان هو يقصد ان احنا ان هو عمل add للصورة الفضائية نزلت هنا بس مش ظهرة هنا. طيب لو هي مش ظهرة هنا على الشاشة دي. فانت حيك هتعمل right click على satellite image. وتعمل حاجة اسمها zoom to layer. فخلاص كده الصورة هتبقى متشافة عندك في ال window اللي في النص. اه لو في حد واجهته مشكلة في التمرين لغاية دلوقتي ممكن يكتب لنا في المسيج انا بشوفها. عشان بس اجاوبه يلحق يطبق معنا عشان ما يفوتوش التمينين بس. طيب اللي بيسأل على اللي يارز اللي احنا كنا عاملين على الكتالوب مش ظهرة ليه هو يعني احنا مش هنفتح خالص الارت هتالي بجلوقتي احنا بس بنعمل add data. تمام? هتحرك هتبدأ بadd data. المفروض تكون طبعا التست ده احنا عاملينه مع بعض المرة اللي فاتت. المفروض ان التمرين بتاعنا مرة اللي فاتت انه كل واحد منكم يكون عمل جيو database زي دي. وجواها feature data set وجواها layer زي دول. المفروض يعني انا ما تدقوش النسخة دي احنا عاملناه مع بعض المرة اللي فاتت. فالمفروض ان تكونوا انتوا التمرين اللي فاتت عم طبقتوا وعملتوا اجيو database زي دي. عشان تعرفوا ترسموا عليها النهاردة. اللي مش معاه database زي دي مش عافي يرسموا. اوكي? طب احنا اشتغلنا بيهم ازاي? رحنا عملنا add data من هنا. تمام? عملنا add data. وفتحنا database. وبعدين عملنا select على layers وعملنا لهم add. فظاهروا هنا وابتديني نشتغل. بس محضرة النهاردة كده مش هي يعني مش هيغف يشتغل معنا. انا يعني هعمل save بس للخط دوت. وهديكم نسخة داتا بس دي تشغلوا عليها. تمام كده? اشتغلوا. 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 اين طيب نسخة ال data based انا بطلقوه على الشات اسمها تست ٢٢. لما معهوش database يرسم عليها ليت نزل النسخة دي دي الوقت. يعمل لها اكسترات وبتدي ينزل على الاركماب ويشتغل عليه الويندو اللي على اليمين تيجي ازاي اللي هي الكديد فيتشور انا عطلتها هو تيجي ازاي نركز مع بعض نبقى عاملين start editing الاول وبعدين من create feature اعمل click عليها هي كده خلاص تفتحها خلي بالك احنا لو فتحناش الويندو دي مش هعرف نشتغل لان هي دي من خلالها بنقدر نعمل target اللي هي اللي هنرسم فيه مهم جدا نحفظ اسمها ونعرف ما كانها نعمل بخلاص تفتحها بيسأل ازاي نقدر نعمل اعدة تسمية لللاير اه 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 اعدة التسمية. هوا احنا طبعا ممكن نغير اسم اللير من بس ده هنغيره ظاهرياً يعني ايه ظاهرياً يعني ده الاسمها في الام اكس دي بس. لكن في الdata visa هتفضل بنفس الاسم السابق. وكي? اما الامتة فعلياً اسمها يتغير? لما نكون على الارك كاتالوج. نفتح الارك كاتالوج. الفعلي بيتغير من الكاتالوج مش هيتغير من الارك ماب. الارك ماب ده اسمها ظاهرياً قدامنا. تمام? يعني زي ما انتوا شايفين اللاند ماركي انا غيرت اسمها هو لكن. لو فتحنا من الارك كاتالوج. تمام? اسمها لاند مارك زي ما هي. خلاص. امتى بقى اسمها يتغير? لما اعمل من الارت كتالوك. بس طبعا رينيم مش عالت عشان احنا عميه لازم نبقفين قلة الاول. وبعدين هعمل وبتتغير اسمها. انا مديت وقت التمرين هو عشان الناس اللي ما كانش معها database ما كانش هتعرف تعمل التمرين غلا ما يبقى معها الdatابيز. فاقرب تاني لما معهوش database يعمل التمرين ينزل ال data اللي انا بعد تغالقو عشاد دلواتي ويبتدي اشتغال ماينا. طيب بالنسبة لنص قطر الكيرف حاضر بس لسا التول بتاعته هتيجو قدام شوقنا. تمام? لسا يعني في نهاية الكورس ممكن التول دي تيجي معنا المراضي. منين? طيب احنا لما بنفتح برنامج الارت ماب اللي ما عندوش التول بار ده موجود هنفتحه ازاي? اما هندوس على الايكون دي اديتور تول بار. ركز في الحتة دي. اللي منزل البرنامج الاول مرة مش هيلاقي معاية التول بار بتاع شغال. اوكي? طب نفتحه ازاي? اما هندوس من هنا على الايكون دي اسمها فيبتدي يفتح معينا. يعني انا هاخد التول بار دلوقتي افتحه. اوكي? عشان افتحه هعمل ايه? اما هعمل كليك على فيبدا يفتح معي. اما على المنطقة الرماضي دي وابتدي اختار من هنا اديتور. ده الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة ان انا عامل دابل كليك. ومن تول بار ده هنا دور على التول بار دي اسمه اديتور وعمل تشيك عليه. دي التلات طرق اللي ممكن نفتح بيها التول بار تاعت ال اديتور. طيب لازم يعني يعني سؤال ده مهم جدا ليه لان التول بار ده لو مش موجود قدامك مش بتلاف تنزله وانت مش تعاف ترسم. اوكي? الحاجات الصغيرة دي تهمني اكتر من 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 التول بتاعت الرسم لان الحاجات دي لو انت عايز ترسم يعني بدون مبالغة توقفك. اشتركوا في القناة محتاج انك تحرك الخريطة عشان تحط البرتكس اللي بعدها. فاكتر طول هتتعامل معها هي البان. ممكن نتعامل مع زوم ايد وزوم اود بس اكتر طول هنشتغل بها هي البان. اوكي? اشتركوا في القناة اوكي؟ اوكي؟ تمام? زي بتعمل بيه هاني نبقى مسكين اللي احنا انشاء بيه. نبقى احنا دخلين جوه التور بتاعت الرسم. تمام? انا كده حاطة انا مش همسك خالص الادوات بتاعتي الزوم من اللي هي نعمل الطول برا انا هتعامل من كده. شايفين انا التور بتاعتي ده مسكها ايه? لايكات الرسم. تمام? دست على حرف ز دي بتحولي تتعمل ايه? زوم اين. اكي? سبت ايدي ابتدت تخط بيرتكس. اكي? دول اتدت تعمل زوم اوت. سبت من على الاكس ابتدت تحولي تتعمل بيرتكس. اكي? دست على حرف سيد. طول واحدة تحولي تتعمل بان. سبت ايدي من حرف سيد هتبتدي ا�� بني. اسمين بريم زمن تحولي. سب عليه them an. الثاني جماعي الناس بتدخل نتأخر ولا احنا مش مركزين للحاجة start editing هنعمل click على الويندو دي smack read feature لازم دي دي بقى مفتوحة معنا الجنب اليمين عشان نعرف نشتغل طيب نقف تمليم بقى ونعمل مع بعض خط تاني تمام الشارع ده هم معكوا بقى في الجزء اللي احنا اه 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 اللي عايز يرسم اكتر من الجزء اللي انا مديه لكم هنتطر نشتغل باد بازماب بس انا طبعا مش هستغلها دي بتشتغل عني فانا مش هعيزها الجزء بتاعي يتغل فيما بعد انتو بقى اللي بيتمرن زيان ممكن يستغل طريقة دي عشان يبقى مساحة جبيرة هقدر يشتغل فيها تمام هبتدى استخدم اوارسم الطريق ده مبدئيا الشارع ده اتجاهين اتجاهين يعني ايه يعني المفروض ان انا ارسمه خطين مش خط واحد اللي هو الطريق اللي رايح والطريق اللي جاي تمام بس انا هرسمه دلوقتي مؤقتا بس خط واحد في النص اشان احنا حاليا بنتعلم ازاي اصلا نعمل لايم انا مش هدى في دلوقتي ان انا انتك شغل لكن تاني لو انا بانتك شغل مش هرسمه خط واحد في النص طبعا احنا شايفين ان ده شارع بالتجاهين يسمو فردتين يعني فردة رايح الشارع اللي رايح والشارع اللي راجع وفي كل واحد فيهم كل خط فيهم هامشي في centerline طيب مبدئيا ممكن نحسن الصورة ازاي هناش هيحسين الصورة باكسلة شوية انا ممكن ازبطها بحيس الصورة تبقى شكلها احسن شوية للعين ازاي هاجبنا عندي الصورة كده right click properties الخطوة دي optional يعني مش ضرورة ان احنا نعملها من tab بتاع display من resamble هتدي اختار planier وادوس اوكي شايفيني الصورة حاسينها من البيكسل نعمة شوية باكسل شوية احسن العين اعملناها تاني ازاي ازاي نركز تاني رايح تلك على الصورة الصدائية properties من ال tab بتاع display هبتدي من هنا اختار حاجة اسمها planier وهقول اوكي اوكي طيب هنبتدي نرسم الشارع ده زي ما اتفقنا هرسمه خط واحد في النص لكن لو انا في شغلة حقيق هرسمه بخطين خط رايح وخط راجع وفي الاثنين هحافظ على centerline زي ما احنا شايفينه في الصورة تمام؟ هعمل ايه بقى هروح اول قبل ما ابدأ احط اول vertex لازم ابص انا بتارجد بتاعي على layer ايه ماشي المرة دي التارجد بتاعنا هيبقى على root ليه لان ده شارع؟ المرة دي فاتت احنا كنا عمليه تارجد بتاعنا layer way لان انا كنت عايز ارسم الخط ده في layer بتاعت السكة الحديدة بتاعت layer way لان المرة دي الخط ده عبارة عن شارع فانا هبتدي تارجد layer بتاعت الroot. كده? احنا كده مسكنا layer بتاعت هبتدي عامل زون لحد ما زون ده مناسب وارجع تاني اتارجد layer عشان التول بتاعتي تتحول لتول بتاعت الرسم. وابتدي حط اول vertex. هستخدم keyboard اللي مش عايز استخدم keyboard بحثه. ممكن يستخدم التول زي. بس زي ما اتفقنا طبعا موضوع keyboard هو محتاج تاملين اول شاية في يعني شوية في الاول. لكن بعد كده اول ما ايدك هتتعود عليه هتنتب اكتر. يعني هتبقى اسرع في الرسم. اللي مش يقدر دلوقتي كمبتدئ ممكن يستخدم zoom in والzoom out والband من الطول بارة عادي. مفي شيء مشكلة. هتدى اعمل band. احط vertex ثانية. band. vertex ثمان. نظايتا ماجه هنا. حسيت ان الشارع بقى curve شوية. هتدى احطار tool. انتبوينت arc segment. وابتدي اعمل curve تاعي. curve خلص. ارجع تاني. ارجع تاني لل straight segment. من هنا. واحط. vertex. تمام. vertex تمام. نعملها مرة كمان. vertex. ارجع تارجت الroot. اعمل عليها click. انا كده اعملت تارجت بتاعي ليرتاة الroot. احط اول vertex. band. ثاني vertex. وبان. ما زينا روح اختار الطول بتاعة الارج. وان نتابل click هنا بغاية المدان. انا عايز اوقف الشارع هنا عند المدان. ده شكل الشارع وهو final. نسيب خمس دقيق كده للرسم الخط ده واللي عنده مشكلة يكتبلي. اللي بيسأل بعد ما رسم الشارع عايز يخلي الشارع فوق الصورة. موضوع بوساطة. انت لو اللير بتاعتك تحت الصورة فانت مش شايف الشارع. اوكي. عايزين نشوف الشارع بعد ما ترسم يبقى انا بسلكت على اللير من الـ table of content. select عليها وعمل drag drop فوق الـ satellite image. كده احنا بقينا شايفين الشارع. تاني لو اللير بتاعت الـ roads تحت الصورة فاحنا اكيد كل الرسم اللي احنا رسمناه مش هنشوفه. ما اللي امتى نشوفه لما تكون اللير بتاعت الـ roads هي لفوق الصورة. عاملها ازاي? select على اللير. بعدين drag drop. واسحبها فوق الصورة الفضائية. كده احنا بقينا شايفين اللير بتاعت الـ roads. اسأل تاني على اضاحة الصورة ازاي? right click على satellite image. properties. من الـ tab بتاعت الـ display. هاختار من هنا هي هدب على الـ years. هاختار من هنا planier. وادوس اوكي. اختصارات في الكيبورد. يعني في حد بيسأل هل في اختصارات في الكيبورد عشان نختار الـ straight line او الـ arc? لا. من الاختصارات للـ zoom والبن بس. سهلة. هنشتعل بالطول. يعني نرسل معظم بعد المبن. عند مشكلة? ندخل في الطول اللي بعدها? ولا لسه محتاجين نجرب? طيب. طيب. ندخل في الطول اللي بعدها? اه احنا يمنى نبقى عارفين? الخط بتكون من ايه? او الفيتشر نفسه بتكون من ايه? يعني ايه الكلام ده? يعني انا مثلا لو جينا هنا رسمين خط. اوكي? اللي بتكون منه الخط هو الـ vertex. طيب. طيب. ازاي قدر اتحكم في الـ vertex دي? الـ vertex دي زي ما حاول الارتكاس بتاعة الفيتشر. طيب. لو انا عايز اتحكم بقى في الحرقة بتاعة الـ vertex دي او عمل لها editing. هاشتعل بها ازاي? معايا tool اسمها edit tool. edit tool اللي هي السهم الاسبت ده. شايفين احنا عندنا كم شكل من اشكال اسهم. كل واحد فيهم بيعمل حاجة مختلفة تماما عن التاني. اوكي? طبعا مش هنقولهم كلهم دلوقتي عشان ما يحصلش لغبطة. وفي منهم اصلا اسهم. يعني مسلا ده بشتعل به في يعني في الـ layout بس. اوكي? فطبعا ده مش وقته خالص. اوكي? بس هركز دلوقتي في اول سحب. اللي هو ايه? حاجة اسمها edit tool. طيب. لما امسك التول بتاعة edit tool دي ايه اللي هيحصل? لو عملت double click على الفيتشر هيبتدي رجاني لشكل الفيرتكس اللي شكلت الفيرتكس. اوكي? انا ممكن نطفي ساعة شايفين بشكل اوضح? اهو. ايه اللي حصل? اللي حصل ادي الخط بتاعي وهو مرسوم. اوكي? ده الخط بعد ما ترسم. عايزة ارجع تاني للفيرتكس اللي شكلت الخط ده يبقى انا همسك edit tool واعمل double click على اللاين ده. فايه اللي يحصل اللي يبتدي يرجعني تاني للفيرتكس اللي شكلت الخط كأننا لسه بنرسم فيه. طب انا هستفاد ايه? شايفين اول ما عملت اه double click انا بقيت على حاجة اسمها modify feature. اوكي? شايفين خط الاسود اتحول بقى اسفر يستهم لي اسود بقى سهم ابيض. طب هستفاد ايه? هستفاد ان انا مجي قرب للفيرتكس دي. انا بقيت اقدر امسك الفيرتكس. انا كده امسكت الفيرتكس. لو حرقتها يمين شمال يبقى انا كده بقدر اتحكم في شكل الفيرتكس او في مكان الفيرتكس. طب اقدر استفاد بايه? افرد ان انا ان خط ده المفروض ان هو عالصورة يجي الناحية دي شوية. طيب بدلا ما عيد تشكيل الخط من اول وجديد لا هي دي بس المشكلة من هنا لهنا. يبقى انا امسكت الفيرتكس دي. وبتديت احرقها عشان اعملها مع الصورة الفضائية. تمام? طيب لأ هنا الصورة الفضائية مش ماشية كده. يبقى انا بعمل كده. بعدين مسترستاش ترجع الخط تاني مستقيم. اوكي? دي اول حاجة. طيب افرد ان الفيرتكس دي 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 ده. يعني ايه? يعني هيدلوقتي عاملالي قصرة في الخط والخط اصلا ماشي مستقيم. فطبيعي لو شلت الفيرتكس دي الخط باستقامة بتاعته هترجع تاني. تمام? قد يكون اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بس عايز اشيل القصرة من الخط. طيب هعملها ازاي? مسكيني. حل المشكلة دي ايه? ان انا همسك الفيرتكس دي. واعمل لها دليت فيرتكس. يرجع الخط مستقيم. تاني. انا هعمل اندو. عشان يرجعني من الخطوة دي. احنا دلوقتي مشكلتنا ان احنا عايزين نشيل القصرة دي من الخط. احنا عايزين نشيل القصرة دي من الخط. القصرة دي سببها ايه? سببها ان فيه هنا. فلو انا محتاج ان انا اعمل للخط او اعدل في شكل الخط. مايبقاش في القصرة دي. يبقى الحل ايه? ان انا اشيل اللي عميت للقصرة دي. طيب هشيلها ازاي? باستخدام edit tool. double click. تمام? وامسك دي شايفين شكل الطول بيتغير ازاي? اول ما عملت double click السهم ما بقاش اسود وبقى لونه ابيض. طب لما اقرب ناحية vertex شايفين السهم شكل بيتغير ازاي? كنا انا اقدر اعمل select لل vertex. طيب وانا على vertex والشكل بتاع اعمل sandbox كده. هعمل right click وعندي حاجة اسمها delete vertex. تمام? طيب افرض بقى ان انا عايز العكس. ان انا عندي الخط مستقيم وعايز اعمل فيه كسرة. طيب هعملها ازاي? بنفس الطريقة. double click باستخدام edit tool. بس المرة دي هعمل ايه بقى? انا محتاج يبقى عندي vertex عشان تعمل لي كسرة في الخط. يبقى انا هعمل ايه? هروح عند اي حتة في النصف كده. واعمل right click. مش هلاقي طبعا delete vertex. ليه? لان delete vertex دي هتزهر لما نكون احنا مسكين vertex. اوكي? طب اما العكسها ايه? لما ماكونش واقفة على vertex هيزهر بدلها. حاجة اسمها insert vertex. طيب لو عملت كده. يبقى انا كده حطيت vertex. حطيت vertex في الخط ما كانتش موجودة من الاول. طب هاستفاد ايه? هاستفاد ان انا بعد كده اقدر امسك ال vertex دي وحرقها عشان تعمل كسرة في الخط. تمام? انا هنا بدي مثلا مش اكتر عشان قد يكون نوع اللي انا محتاجة عامله هو ان انا اما مسح vertex هي اما ضيف vertex. اوكي? انا بس بدي مثل لطريقة الاستخدام. اوكي? طب امتى وظفها? طبعا احنا كل شغلنا كله related للصورة الفضائية. فانا انا عب بعمل matching للصورة الفضائية. ممكن وانا برسم اكون عملت كسرة ملهاش داعي. يبقى حلها ايه? ان انا شيل vertex اللي سببت القسرة دي. طيب ممكن وانا برسم يكون اصلا فيه قسرة في الصورة وانا مشيت الخط مستقيم. فيكون حلها ايه? ان انا insert vertex. وابتدي اعمل قسرة في الخط. تمام? اا جربوا الحتة دي كده. واللي عنده مشكلة بس يكتب لي. اا شايفين الخط الفائس خالص ده? طبعا يعني انت مش وارد ان يحصل في الشغل ان انا نلاقي حاجة شوية كده. طيب. انا مطلوب مني بنا نعدل الخط ده. خلاص? طيب ازاي نعمل ونعدل الخط ده بحيث يمشي الخط مستقيم زي المفروض يكون عليه في الصورة الفضائية. خلاص احنا لو فتحنا الصورة الفضائية. مفروض الخط ده من هنا يعني هنا ماشي مزبوط وفي النص ماشي. طب هنعدله ازاي? الاول هنعدله ليه? يعني طب ما احنا الاسهل لنا ان احنا نعملو دليت ونسعمونا اولو جديد. امتى? الجأ للإدتنج. ابقى مضطر ان انا اعمل إدتنج. مهما اتكلفت من وقت وجود. بس معين اسهلي ان انا امسح وارسل من اولو جديد. اكتر من سبب. ماشي? منهم ان قد يكون الخط ده ده شغل قديم معمول ودخله في الاتريبيوت كيبل. تمام? فانا ببساطة لو عملت دليت للخط ده هو هيتمسح بالداتا اللي المتخزنة في الاتريبيوت تيبل. هبقى انا خسرت الداتا اللي في الاتريبيوت تيبل الوقتها هياخد اكتر. يعني احنا اه لو انا في مشروع كبير ممكن يكون بتاع دي فيها خلدس كتير جدا وداتا كتير جدا دخله. ممكن يكون الاستمارات اللي انا دخلت منها الداتا في الاتريبيوت تيبل مش متاحة عندي دلوقتي. فانا لو مسحت الخط ده ببساطة كل الداة اللي في الاتريبيوت تيبل هتتمسح. وانا مش معايا السورس اللي كتبت منه داتا دي. ففي جميل احوال انا مضطر ان انا اعمل مهما اتكلفت من وقت. تمام? طيب هعمل ازاي هو عملا الموضوع بسيط يعني. هعمل ازاي? انا عندي اخطر من طريقة اقدر اعدل بها الخط ده. اول حاجة ان احنا نمسك ونعمل دابل كريك. خلاص? دابل كريك هتعمل ايه? دابل كريك? هتعمل حاجة اسمها فهتبتدي ترجعني للفيرتكس اللي شكلت الخط ده. طيب انا ليه هعمل كده? انا كل الفيرتكس اللي موجودة دي كلها محتاجة ان هي تتعمل لها بحيس ان الخط يرجع مستقيم. طيب الحل الاولاني زي ما اتفقنا ان انا هروح عند كل وعمل طيب احنا استخدمنا دي الطريقة دي لما كان ايه مشكلة لأ في فيرتكس واحدة او دي. قدت ان انا فيرتكس كتيرة كل دول محتاجين اتشيلوهاوت بقى اعمل رايت كريك عند كل واحدة وعمل دي لابل كتير. اللي هو ايه بقى? اول ما بعمل دابل كريك على الخط في ميني تول بار كده بتتفتح اوتوماتيك اسمها ايه بيحصل فيها? اللي بيحصل فيها ان انا عندي برضو. بس مزيتها ايه بقى? مزيتها ان انا هنا اقدر اعمل لمجموعة مرة واحدة. كل اللي انا هدخلهم كل بوكس ده هيتعمل لهم مرة واحدة. شايفين ازاي? اهو. كل المجموعة اللي دخلت في البوكس ده هيتعمل لها دليت. اكيد احسن كتير واسهل كتير من ان انا الطريقة الاولانية ان انا هعمل كله عليهم كلهم. اه على كل واحدة فيهم اه اه خلاص. تاني بتيجي ازاي ميني تول برضي? دابل كريك على الخط. ومن هنا عندي حاجة اسمها دليت فيرتكس هبتدي تدخلهم كلهم في البوكس. وبعدين ادوس في اي حتة برا فخلاص الخط بتاعة يرجع مستقل. تمام كده? دي اول طريقة. هعمل اندو تاني. طيب بتعمل ايه تاني? بتاعة الادت فيرتكس دي. فيها برضو او اد فيرتكس. احنا كنا الاول بنعملها ازاي? كنا بنيجي. عند اي حتة فاضية كده من الخط. بنعمل فهنلاقي انسرت فيرتكس. فكل ما احب اضيف نقطة جديدة او برتكس جديدة. هعمل عند المكان اللي انا عايزة انسرت في البرتكس. وبعمل انسرت برتكس. تمام? طب ايه الحل الاسهل من كده? الحل الاسهل من كده ان من الماني تور بار دي. عندي حاجة اسمها اد برتكس. انا مجرد بس بعمل في المكان اللي انا عايزة اضيف في برتكس. فهي بتنزل لوحدها. كده اسهل كتير. طب انا هستفاد ايه لما انسرت البرتكس. هروح امسك كده. هقدر مسلا ان انا احرك البرتكس دي بحيس ان هي تعمل قسرة في الخط. يبقى انا كده عملت قسرة في الخط. والخط نفسه ما تقصرش بحاجة. اما بقية الخط ما تقصرش بحاجة. وكمان طبعا الاديتنج بيبقى ايدت في الرسم فقط لغير. يعني في جيومتري بس هو اللي بيحصل فيه اديتنج. بينما الاتريبيوت تيبل موجود كل المعلومات اللي فيه نتخزنها تماما فاشا ايه المشكلة? تعديل اللي حصل ده بيحصل في الشكل بس او في الجيومتري بس. الاديتا اللي في الاتريبيوت تيبل مدهاش اي علاقة بالموضوع دلوقتي. ومال امتى الاديتا اللي في الاتريبيوت تتأثر? الحالة الوحيدة ان انا اروح اعمل للخط ده وبعدين ودريت. ساعتها ايه اللي هيحصل? ساعتها الخط ده هيحصل له هو والريكورد بتاعه اللي متخزن في تيبل. يبقى انا كمسر المعلومات اللي في التيبل. طيب ممكن نشوفها بس الحتة دي عملية عشان بس لو حد مش واخد باله. لو انا عملت كده على اللير بتاعة الروب. انا كده فتحت التيبل بتاع اللينك بالليير دي. خلاص? كل خط انا رسمته شايفين اعملت سيليكت هنا هو ليه ريكورد هنا في التيبل. طيب لو انا عملت ديليت. للخط ده شايفين ايه اللي يحصل? ركز كده في المعمول لسيليكت ده. اول ما هعمل بتاعه بكل البيانات اللي فيها كمان هصل لها ديليت. ودي الحالة اللي احنا مش عايزين نوصل لها. احنا كل ده محافظين على الخط ليه? عشان لو انا عملت له ديليت ورسنته من اول وجديد فهو هينزل فاضي. مش هينزل بالداتا اللي كانت متخزنة فيه. تمام? طب لو هو اصلا ما فيوش داتا. لا مش مشكلة لأ ده انا لو اسهل لي ان انا امسحه وارسمه من اول وجديد لأ طبعا ااخد الطريقة دي على طول. لكن امتى بقى مضطر اشتغل لو انا عندي هنا داتا في وعايز احافظ عليها. تمام كده? انا هعمل عنده عشان الخط يرجع تاني. تمام? يبقى الطريقة التانية بقى ايه? هي مش طريقة تانية. احنا كل ده عشان نصلح الخط عملنا طريقة واحدة اللي هو عملنا double click. وبتدينا نمسك نمسخ كل يعني شوية بشوية كده مع بقى. طيب ايه الطريقة التانية اللي انا اعمل بها editing للخط ده? ان انا اروح اعمل select للخط. وعندي طول اسمها. هبتقدم مسكها. دي بتعمل ايه بقى? دي بتعمل اعادة تشكيل للخط. يعني ايه? يعني الخط ده لما كان مرسوم بالشكل ده? لا ده انا هقول له الشكل الجديد بتاعك كده. شايفين ايه اللي حصل? بممتاز سهولة الخط تاني رجع مستقيم. تاني. انضوع عشان رجع تاني زي ما كنت. تمام? الخطة هو هستخدم رشيب فيتشر ازاي? هعمل select الاول. لان رشيب فيتشر دي مش بتشتغل غير لما كون عاملين select للفيتشر اللي عايزين نعدل عليه. اوكي? انا عملت select للفيتشر الاول. وبعدين من هنا. ملقة التول بار. عندي طول اسمها رشيب فيتشر. اخترناها. وبعدين قلت ان انا من اول الفيرتكس دي للفيرتكس دي هي اللي فيها مشكلة. فلما عملنا كده الخط ماله رجع تاني مستقيم. وهي هي نفس الطول اللي ممكن ابقص بها الخط. هي هي اسمها عادة تشكيل وخلاص يعني. فانا كده بقول له ده شكلك الجديد. شايفين برضو عمل ايه? خلاص كده بقينا فاهمين بتعمل ايه? ممكن نوقف شوية نعمل التمارين دي واللي عنده مشكلة برضو يبتده يكتبلي في الشهد. ااا يقصد ان انا لو عملت اا دابل كليك وخلاص رجعت في كلامي انا مش هعمل اي تعديل يعني مش هحرك او ادريد او ايه حاجة. وعايزة ارجع تاني عن الخطوة دي خلاص انا هدوس في ايه حتة برة. ااا هيرجعت تاني عن ااا خلاص انا كده ما بقيتش موديفاي فيتشر. الحالة بتاعتي مش موديفاي فيتشر خلاص. ااا طيب هو هو بيسأل ان انا لو ان هو يقصد لو حد تاني مش عايزه يعدل على الشغل بتاو. اا لا هو مفيش حاجة تقدر تقفل كده هو الموضوع ببساطة ان ال جي داتا بيس دي بيرسونال جي داتا بيس. يعني ايه بيرسونال جي داتا بيس يعني المستخدم واحد يعني كده كده اللي يقدر يعمل بيعدل هو شخص واحد. اوكي فطول ما انا فات يعني طول ما انا دلوقتي فات عامل داتا دي. حتى لو الداة بتاعتي دي على مسلا وحد تاني يشايف بتاعتي فهو مش هيعرف يعدل عليها طول ما انا فتاح. بس مجرد ما اعمل آآ خلاص. اوكي هو لو فتحها من عنده هقدر يعدل عليها. يعني دي ما نقدرش ان احنا نحكمها. اا اللي انت تقصده بقى ان انا اقامن شغلي ما حدش يعدل عليه. لقى انت كده لو بتتكلم ان داتا بيس دي بقى على سيرفر هبتدي بقى ان انا ادي برميشن لاشخاص معينة هما يميلوا ادتينج واشخاص تانية لقى لكده قصة سيرفر. تمام? بس لو على البرسنر هي بتفتح الداة بيس بتفتح اليوزر واحد بس. بس لو عملت وحد دخل على جازة يقدر هو كمان يعمل ويشتعل ما فيش مشكلة. اه سبنا وقت بس الناس تجرب الجزء ده. الناس اللي سألت بس الحاجات دي تعملت تاني ازاي? سريعا كده. لو انا عندي اه خط بالشكل ده ومحتاج ان احنا نعدل كل الاجزاء اللي فيها مشكلة دي بحيس الخط تاني يرجع مستقيم. تاني انا برجع مستقيم دي عشان يبقى للصورة. احنا كل شغلنا في الجزئية دي احنا عايزين نطابق الصورة. تمام? انا كل شغل انا بشوف الصورة الفضائية. اه اه اي لا ايه وانا بامش عليها بالزبط. خلاص كده احنا قفتين الصورة بس عشان دي الاني تبقى واضحة. يعني وضح طبعا الجزء اللي فيه مشكلة هوية. تمام? بشت بعمل ايه? بامسك تول اسمها ايه تول؟ هيستعمل اسويت ده وبعمل دابل كليك. لما اعمل دابل كليك هتبتدي ترجعني تاني للفيرتكس اللي شكلت الخط بتاعي. زي ما اتفقنا لو عملت رايت كليك على اي بيرتكس هقدر اعمل دليت بيرتكس. تمام? طيب الكيس اللي قدامي دي صعب ان انا امشي على كل واحدة واحدة اعمل لها دليت. انا عندي حل احسن. اللي هو ايه? ان انا اوما بعمل دابل كليك في ميني تول بور بتظهر معي اسمها ايدت بيرتكس. اه بتظهر اوتوماتيك. هبتدي من هنا. اختار دليت بيرتكس. واخد مجموعة مجموعة كده. احواطها البوكس ده. وبعدين اه اسيب ايه دي خلاص اوكي هو هيفهم ان انا بعمل دليت لمجموعة دي. خلاص كده. ده كده اول حل. طيب تاني حل ايه? تاني حل ان انا اعمل بس مش دابل كليك. على الخط وبعدين من هنا عندي طول اسمها هبتدي امسك من اول الحتة اللي فيها مش كده لغاية الحتة اخر الحتة اللي فيها مش كده. وبعدين اعمل دابل كليك. فيبتدي يحصل ايه? الخط هيبتدي يتعمل له اعادة التشكيل او بحيس يمشي تاني شكل خط مستقيم. اوكي? طيب ايه كمان بقى? اهمني اعرف بقى حاجة هنا في في ال ايدت طول دي. ان هي بتعمل تلات حاجات. ال ايدت طول دي من الحاجات المهمة جدا. هتلاقي نفسك بتشتعل بيها كتير قوي طول ما انت بتعمل او ايدت. ايه التلاتة استخدامات بتوع ال ايدت طول دي? اول استخدام ليها ان انا بعمل سيليكت. خلاص? يبقى انا كده اول ما بعمل كليك على الفيتشر ده انا كده عملت سيليكت. عرفت من انه هو تعمله سيليكت؟ شايفين اللون الكواس ده? هو ده لون السيليكشن بتاع الاركم ايه. خلاص? طب لو جيت عملت للخط ده كليك. يبقى انا كده عملت سيليكت للخط ده. طيب لو عملت كليك على الفيتشر ده اللي من layer تانية انا كده برضو بعمل سيليكت للفيتشر ده بتاع الموجود في في اللير بتاعت الريالوي. تمام? يبقى انا بعمل بي سيليكت لاي فيتشر موجود قدام. في اي layer. تمام? يبقى ده كده اول استخدام. اول الاستخدام ايه تاني? بتعمل سيليكت. تمام? طب اما الايه تاني استخدام? تاني استخدام برضو احنا تجربنا اللي هو ايه? ان انا لما بعمل بالادي التول دي دابل كليك. يبقى انا كده بعمل حاجة اسمها موديفاي فيتشر. ايه موديفاي فيتشر? يعني رجعت تاني للفيرتكس اللي شكلت الفيتشر ده. بحيس ان انا اقدر اتحكم فيها اعمل دليت فيرتكس. اعمل انسيرت فيرتكس. او امسك الفيرتكس وحركها. اوكي? كل ده حاجة اسمها موديفاي فيتشر. تمام? كما الايه الاستخدام التالت? الاستخدام التالت ان انا اعمل على الفيتشر وبعدين اعمل اذاحك كده على جنب. فكده بعمل حاجة اسمها مودي. طب ايه اللي حصل? انا ليه ما حصلش عندي الموضوع ده? لان انا قفل الاوبشن ده. خلاص انا هفتح الاوبشن سريعا كده معكم. طبعا انا يعني استخدمت البرنامج اكتر من مرة قبل كده فانا قفل الاوبشن ده. لكن بالنسبة لكم انتو لو لسه منزلين البرنامج لأول مرة الاوبشن ده مش هيبقى مقفول. ايه بقى الاوبشن ده? ان انا اعمل سيليكت. مشي? شايفين اول ما اعملت سيليكت وقربت على الفيتشر الايه اللي حصل? بقى فوق السهم الاسود. حاجة علامة بلاس كده تاني. اول ما قربت على الفيتشر. بقى عندي فوق السهم الاسود علامة زي بلاس كده. كده انا هو استعداد ان هو اعمل حاجة اسمها موف. اوكي? فلو انا جيت حرقت الخط. انا كده بعمل موف. تمام كده? شايفين انا حرقت الخط قبد ايه? طيب. انا ممكن فعلا يكون نوع الادت بتاعي ان انا بعمل موف. يعني ايه? يعني هي هتبان اكتر لو جيت رسمت بوريجون مسلا. هي طبعا مش تفرق او يعني او بوريجون عادي الموف بتشتغل مع كله يعني. سلنقصد هنا. شايفين انا حرقت البوريجون ازاي? تمام? وبعدين استنيت شوية ومسكت الفيتشر ده بالماوس وابتديت احركه. طيب ايه مشكلة ده? او انا ليه كنت موقفة? لان انا هنا معناها ان انا ممكن اعمل سيلكت وانا مش واحد باري وادية تتحرك. يعني كده اي حرقة بالماوس هتبتدي تحرك الفيتشر. ممكن اكون انا مش واحد بالي مش قصدي ان انا حلق. اوكي? ويحصل موف للفيتشرز. وانا مش واحد بالي واروح اعمل سيف ايديت. ولاقي كده المشروع بتاعي باص. والرسم بتاعي باص. واحنا كل ده مش واحدون بالنا. تمام? فاجراء وقائي انا بعمل ايه? طول ما احنا شغالين في ال ايديتنج. انا بنسبك بيه يعني تقريبا بنسبة تمائية وتسعين في المية. انا محتاج ال ايديت طول دي. في ان انا اعمل سيلكت. يعني اصلا استخدام الاكتر بيها ان انا بعمل بيه سيلكت. اوكي كده? طب انا عايزة واقف ال اوبشن التالت بتاعها اللي هو انا اعمل موف. لان انا مش وارد في ال ايديتنج ان انا كتير اعمل موف. طيب هوقف ال اوبشن ده ازاي? من ايديتور. هروح ال اوبشنز. المفروض ال ديفولت بتاعه الا الاستيكي موف تولونس دي. ان هي بتبقى زيله بيكسل. فكل ما هاقبر الرقم كل ما هيبتدي يعني مسلا انا هتديله مسلا مية. طيب مية دي معناها ايه? يعني لما بقى اعمل سيلكت والسهم الاسود عليه بلاس من فوق كده يعني استعداد ان هو اعمل موف. ما تعملش موف غير لما امسك الفيتشر ده وامشي بيه مسافة ميت بيكسل عشان يبتدي يحرق. حد خد باله. طيب المية رقم مش كبير. فممكن يكون ناس كتير ما خدتش بالها. انا هخليها خمسمية. تمام? من اديتور. هروح على اوبشنز. بدل مية دي هخليها خمسمية. اوكي? خمسمية دي معناها ايه? يعني ابتدي امشي بالبوليجون ده خمسمية بيكسل عشان يبتدي يحصل موف. اوكي? فانا هعمل كده. انا كده بحرك. انا كده ايدي بتمشي بالماوس. شايفيني الماوس بيمشي ازاي? والبوليجون ما بيتحركش. شايفيني انا بعمشي قد ايه? شايفيني تدي يحرك بعد قد ايه? بعد مسافة خمسمية. واضحت. طيب. طيب المفروض ايه اللي يحصل? المفروض ان احنا طول ما احنا شغالين زي ما اتفقت. زي ما اتفقنا ان احنا موضوع بتاع الموف ده مش وارد ان انا استخدمه كتير. فاحنا هتلاقي اغلب الناس عامل ايه? مدية رقم كبير اوي كده. في الستيكي موف طول انس ده. بحيث ان هي تضمن تماما ان هو مش هيحرك مع ايه. ان التول دي خلاص مش تعمل موف. شايفيني انا كده عمالة شد في البوليجون يمين وشمال ازاي? ما بحصلوش موف خالص. حتى لو عملت زوم اوت. شايفين? فيش ايه حركة خالص. طب لو رجعت. رجعته على زيره تاني. مع اول حركة هيبتدي حر. بسالة كده. هنعيد تاني اللي احنا قلناها. في الحتة دي بس. ايش هو الماوس بس بيعمل حركة فجأة. الـ edit tool دي. تاني. الـ edit tool دي بتعمل تلات حاجات. اوكي? اول استخدام ليها ان انا بعمل select. خلاص? click واحدة. تعمل select. خلاص? لان كده بادوس click واحدة. فعملنا select. تاني استخدام ان انا بعمل بيها double click. فترجع تعمل modify. شايفين انا عملت modify على البوليجون عادي. نفس اللي احنا قلناها على line هو هو اللي على البوليجون. انا اهو باقدر اغير. في مكان الـ vertex. اهو. اقدر ازاود vertex. اديني عملت insert vertex اهو. واديني عملت delete vertex اهو. نفس اللي قلنا على line هو هو اللي بيحصل في البوليجون. تمام? يبقى تاني استخدام ليها double click modify. طيب وما لقيتها لتستخدام ان انا اعمل click. وبعدين اعمل ازاحة. يبقى انا كده بعمل move. تمام? طب انا عايز اه اقفل option ده. عشان بس اه يعني افرض ان احنا مش واغدين بالنا وعملنا move لل feature واحنا مش قصدين كده. يبقى انا بروح على editor ومهم جدا ان انا اعمل كده. من editor option يعني ما حدش يخليه على ال zero. ادي له رقم كبير كده عشان اضمن ان هو مش هامل move. طب افرض بقى ان انا دلوقتي عايز اعمل move موضع بسيط جدا. هرجع. من editor. ادي له zero. وابتدي لغاية اما اعمل التسك بتاعي ان انا اعمل move. وارجع تاني بسرعة. اقلبه تاني على رقم كبير. خلاص كده? ليه زي ما اتفقنا ان انا استخدامي اكتر للطول دي ان انا بعمل select. كل فين وفين لما هعمل move. خلاص يوم ما هاجي لي task ان انا هعمل move. هروح اغير الرقم ل zero. اعمل move وارجع تاني رجعه رقم كبير. خلاص ممكن نجرب كده نشتغل بال ارطول سريعا ولا عنده مشكلة هيكتبني. طيب حد بيسأل خط سكة الحديد اللي ارسلته ليكم معداتها مش بيتعدل عندنا عشان مفتوحة عندك. اه لا اه هو اللي حصل عندي ان انا اه رسمت الخط ده وبعدين افلت اه ال database يعني عملت لها save edit و stop editing وبعدين اخدت ال database copy وبعدتها لكم. فال database كده راحت لكم بالخط ده يعني احنا لما عملنا الموضوع ده كنت انا بالفعل بدأت المحاضرة ورسمت معاكم الخط ده. اللي اخد نسخة من database راحت له بالخط ده. تمام? طيب هي ليه مش بتتعدل عندك عشان انت مية في مية مش هعمل مش عشان هي عندي هي اصلا خلاص انا عملت وخرجت من جهازي. فخلاص انت خدت copy فبقت انك كمان اه هتقدر تفتح تاني اليوزر تاني. اوكي كده? طيب ليه مش بتتعدل عندك? اكيد اكيد انت مش هعمل تمام كده? بمجرد ما تعمل هتقدر تعديل عادي تاني وما لاكش علاقة بالdatابيز اللي موجودة عندي. خالص. ممكن الدياتا الدياتابيز ارجع في الشات ورا شوية هتلاقيها. اسمها تست اتنين واجه. عملها داونلود هتبقى معك مسخن منها. مجمع. يعني لو نفتكر في المحاضرة الاولانية حساءني على موضوع المباني العالية اللي هي عاملة ازاحة على الصورة اه 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 انا زي ما اقولي الحتة دي لان هي بتواجه. اه 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 الناس المبتدين كتير جدا وبتلغبطو فيها. طيب زي ما احنا شايفين في الجزء ان النا ده احذفينه ان هو قطع الشارع. يعني ايه? يعني انا لو بشتغل طبعا بآآآ الروت ده فيما المفروض نبقى رسمين الاتجاه الرايح في المكان ده واتجاه الرايح في المكان. تمام كده? مش في النص طبعا. احنا هيجي على يعني ازاي ارسم الروت في المكان ده وهو يعني لو احنا باسمين البيلدينج دلوقتي. المفروض ان ده كمان نفس المكاني البيلدينج. صح كده? طبعا تعال اقفل الصورة. هل ده معقول? يعني هل معقول ان الروت معدي فوق البيلدينج? عامل الوبرلاب مع البيلدينج? لا طبعا آآ غلط مية في المية كشكل آآ في الجيومتري وكشكل منطقي. طبعا الكلام ده غلط. طب هما الايه اللي بيحصل? اللي بيحصل ان احنا تفسير ان الشارع اكيد ده على آآ الابود بتاكي ده فالشارع ده في استقامته. لان اكيد الشارع ده ما مش ماشي هنا وبعدين راح لف حوالين المبنى ورجع تكامل تاني في استقامته. طيب انا برسم زي? انا بمشي برسم الشارع على استقامته زي ما هو بالزبط. هما ليه اللي هيحصل له ازاحة? اللي هيحصل له ازاحة هو البيلدينج. ليه? لان هو اصلا البيلدينج ده مش مكانه. طب هما لقيه مكانه? مكانه هنا. مكانه على القاعدة. مش على السطح. تمام? ليه? لان المبنى ده مبنى عالي. واتفقنا ان الصور الفضايا دي زاوية يعني فاللي حصل ايه بقى ان احنا كأننا بصينا على الصور الفضايا دي من ناحية يعني زي من ناحية ما احنا شايفين من الشاشة. فحصل فيه زاوية او زاوية ميل في الصورة. فخلت كل المباني العالية. هتعمل ازاحة عن المكان يعني المكان تاني غير اللي هي موجود عليه في الحقيقة. طب وانا برسم هعمل ايه? وانا برسم? احنا بنرسم المبنى من على السطح. ليه? لان احنا مش شايفين قاعدة المبنى. احنا شايفين جزء واحدة بس من القاعدة. انا شايفين السطح بس بتاع المبنى. فانا لازم ارسم على المبنى عشان اخد منه الشكل واخد منه المساحة بتاعت المبنى. تمام? ومعدة اعمل ايه بقى? بعد ما خلص اقوم هكده نحتاج بقى الطول بتاعت الموف هو. هنمسك المبنى ده او البلدنج ده نعمل له. ازاحة بتاعه على قاعدة على السطورة. دي قاعدة المبنى. يعني لو ركزنا شوية شايفين كل المبنى دي. المكان اللي على. فده كده المزبوط للمبنى ده. طب اول ما رجعت المبنى تاني لمكانه في الواقع ايه اللي حصل? لو شايفين افدنا الصورة. الموضوع طبيعي جدا. الشارع ماشي في مكانه. والمبنى موجود في مكانه. ولو قست المسافة اللي هنا. يعني لو استخدمنا الطول بتاعت الميجور. وجيت هنا قست المسافة. ثمانية متر تقريبا. هي هي نفس المسافة اللي المفروض تكون عليها بقية الشوارع يعني ما بقيت المباني التانية هي منخفضة يعني. طبعا بالتقريب يعني. يعني ده هنا واخد ستة متر عشان بس المبنى اه ارتفاعه اقل شوية. كده? اه كده تفهمي? طيب هو انا كل ما هرسم مبنى هعمل فيه كده? طيب السؤال ده برضو مهم. لأ انا هعمل كده في المباني. العالية اللي هيحسن لازم اعمل كده. ليه? لان الشكل ان يبقى فيه اوفرلاب بين المبنى والروت. اه اه ده لا يصحي تماما في الجائس. تمام? طب هنا مثلا انا مش حاوضة يعني مش شرط ان انا قعد اعمل ازاحة المباني لان هي كده كده مش عاملة مشكلة مع الروت. فمش مطلوبة مني اول حتة دي. تمام? يعني يعني مش ده المشروع اللي هاوصل فيه للتفاصيل دي. بس لو طبعا لو ده كل ده على حسب مشروع بتاعي لو المشروع بتاعي العميل هيفرق معه الكم متر ده لأ انا مضطرد ان انا اعمل كده. طيب مش فارق قوي. الموضوع مش فارق قوي. وغالبا ده اللي بيحصل اقول ان هنا فيه مبنى ورقم كم يعني مش شرط اقومي بتعوي بالميل يعني. تمام? ازا العميل طلب كده يبقى انا خلاص كل المباني المرتفعة هرسم على السطح وشفت للقاعدة. طيب ازا ما طلبش كده يبقى انا كده في المباني اللي فيه مشكلة بينها وبين الروت فقط لها اش. اوكي? اه ممكن نجرب الحتة دي سريعا. عشان بس اه نسيب وقت للأسئلة. تلات ده بالزبط وبعدين كده ناخد بقى الأسئلة. دي حد بيسأل ما فيش صورة رأسية بحيس ان احنا ما نحتاجش نعمل ازاحة ولا لازم كل الصور تبقى بزاوية. اه لا هو فيه صور رأسية بس افرض ان انا الشركة بتاعتش يعني اشتريت الصورة الفضائية فيها زاوية ميل. هقول لهم لا ما تنفعش. لا طبعا هشتغل عليها. طبعا عندنا الحلول هنشتغل عليها. ودي طبعا دي مش مشكلة. يعني ده ده اختيار اه يعني ده اوبشن يعني في حد يحب يعني بيبقى محتاج ان هو يصور صورة رأسية وممكن بزاوية. اوكي? ده مش غلط في الصورة او مش مشكلة كالصورة طبعا. بس يعني هو ده الكنسط ريحنا بنتعامل معاه في الحالات اللي شبه كده. طيب في حد بيقول ان هو جاي اعمل اختيال فاختار كزا بوليجون وكلهم بيتحركوا مع بعض. فلو انا عايز احرك واحد بس هعمل ايه? طيب اه احنا هنشرح على وهي هو هو نفس اللي هنقوب على اللاين هيتقل على البوليجون. احنا هنا عاملين مسلا سيليكت الكل دول. مش انا جيت اختار فلما اعمل مسلا الخط ده روحت اختارتهم كلهم في كده. تمام? فانا لو جيت عملت كل ما يتحركوا طبعا مع بعض. طبعا انا عايز احرك واحد منه بس اعمل ايه? يبقى انا يا اما هضايع ده هواستي اعمل بس على اللي انا عايز احركه يا اما لو كانوا قريبين من بعضوا كلهم. وانا اا كنت مضطرة ان انا اخدهم كلهم مع بعض. بدي ارجع تاني. شفت بعمل اه. يعني لو انا دلوقتي اعمل سيليكت اليوم كلهم وهدوس على الشفت بالكيبورد. وهرجع تاني. اعمل سيليكت على ده. فانا كده يعني بعمل فلير سيليكتشن للخط ده. اكي? شفت تاني بضيع السيليكتشن من البوليكت ده. طيب شفت تعمل ايه بقى? شفت كمان بتعمل اد و سيليكت. يعني ايه? يعني لو انا دست على الشفت وعايز ازود فيتشار تاني تعمل لها سيليكتشن. يبقى انا بادوس برضه على الشفت. بزود سيليكتشن على السيليكتشن اللي كان موجود. تمام كده? يبقى كده بتعمل ايه? زرار شفت من الكيبورد. تمام? يعمل ايه? لو انا كنت اعمل سيليكت الفيتشور. وعملت شفت وعملت عليه سيليكت مرة تانية. يبقى انا كده قصدي ان انا اعمله انسيليكت. طب لو هو مش سيليكتشن يبقى انا قصدي ان انا اعمله اضافة للسيليكتشن اللي موجود. ممكن كلنا نقرب الحتة ده بقى. عشان دي مهمة. موضوع الشفت ده زي بتعمل في يعني مع السيليكتشن باستخدام الشفت دي برضو مهمة. طيب انت بتقول البرنامج بيختارهم كلهم يبقى هم اكيد في مما بينهم اوبرلاب. يعني الموضوع ده بيزهر لما يكون فيه اوبرلاب. يعني مثلا ده وده اوبرلاب مع بعض فلما بعمل كده بنسبة كبيرة هو بيفتكر ان انا يعني بعمل الاتنين بسيليكتشن مش رواهد بس. طب الحل ايه ان انا اضاف برضو بيفتشفت يعني خمس دقائق وهننهي المحاضرة. فلو هاد عنده اسئلة يا يكتب يا اما. يعني لو بشان دي سامح له بس يقول صوت اوكي. لو لو الاسئلة تخلص بالكتابة ما يعني مفيش مشكلة. بس قدامنا حمس دايق بس. اي حد يا جماعة عايز يسأل اي سؤال يتفضل يا مرزهاد. او يكتب في الشات. اه معلش فينه انت بس قبل ما ننهي المحاضرة حتة مهمة جدا. اه كل اللي احنا عملناه ده كله عشان نعمله لازم نعمل تمام? لازم نعمل دي قبل ما نقفل البرنامج. لو ما عملناش save edit كل الرسم وال editing اللي احنا عملناه ده كله مش هيخفز على ال data بيز. تمام? يبقى انا زي ما عملنا start editing عشان نقدر نعمل الكلام ده عشان نحتفظ به لازم نعمل save edit. تمام? اللي مش هيعمل save edit هيفتح البرنامج مش هيلاقي كل اللي رسموا على ال data بيز. كده. كده دي مهمة جدا. توفي اي سؤال يا جماعة ممكن تعمل ريز هند او تكتب السؤال في شكرا. ارتس الرسال لأنا اي سوف ياربخش به. توفي استال moز ذرا. س Deck سفالгляд بعض ا المعش؛ ووووط نعمل نعمل 看 ق اشتركوا في القناة 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 الفيديو اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 انا انا ممكن ابعت اللينك ده للبشوانسة يعني يدهور كل مرة الجاية. تمام? او انت اعمل سيرش بس عندي اه في فيديو اسم وتحويل ملف اكسل لطبقة نقاط. اوكي? على القناة اليوتيوب بتاعتي. اه عنيكم السلام. تفضل يا فن. يا مهاش. عنيكم السلام. يا اخي الفي شكرا على المحاضرة القيمة والمعلومات المفيدة. انا سؤالي كان يا بش مهندسة بالنسبة لأوي اي ستلايط مابي انا بضيفة في ال جي اي اس. اما واضح عندنا فيه صحيح? هل في طريقة في ال جي اي اس انا بقدر اعمل يعني الواضحة معاي في الستلايط مابدي ولا لا? اه انت قصدك ان انا اللي في الصورة دي اي اي عملها يعني? بالضبط اكسبة لأ مش اعمل وارسل خطوط فوق لها. اه. في طريقة انا اقدر اعمل لها يعني اوتوماتيك جي اي اي اه هو في طريقة بس مش طريقة فعالة وخصوصا في حالة يعني امج نفع في الستلايط امج هي ممكن يعني عندنا حاجة اسمها ارك سكان اه ممكن يبتدي يعني بناء ان انا يبقى عندي صورة بس احاولها لأول ابيض واسد هي تنفع مع الاسكان ماب مش تنفع مع الستلايط امج. اوكي? بحيث البيكسل اللي بتعبر مثلا عن الخط اللي انا عايزة امشي عليه تبقى ظهرة باللون الاسود. وبقية البيكسل الثانية تبقى ظهرة بالابيض. فهو من فاكرة بالنمج الارك سكان او يعني التول بتاعة الارك سكان تقدر اه تعمل لبيكسل اللي باللون الاسود. فطبعا ده مش وارد يعني مش وارد ان انا الصورة تبقى عندي جودتها كويسة بحيث ان اه لان طبعا بيبقى فيه مشاكل في الصورة اللي سكان ماكس. يعني مش شرط تبقى جودتها عالية. فطبعا التول دي مش تبقى فعالة في موظم الحالات. يعني هي نادرا نادرا لما قدر اه يتنجز معي في الشور. لكن ده طبعا بيتوقف على جودة الصورة. اللي هو اجابة الصورة هي العامل الوحيد اللي بيتحكم في الموضوع ده. اه طيب بس ممكن لو سمحت في محاضرة قادمة يعني نعمل مسالة وتطبيقها للحاجة دي. اه طيب حاضر هو بص انا انا ممكن قريب على على قناة اليوتيوب ممكن اعمل الفيديو للارك سكان. يا ممكن يعني اه يعني هنحيط دي شوية فبس بدا ما يعني ندخل في موضوع متقدم عن اللي احنا بنقوله انا ممكن اخليها دي فيديو في اليوتيوب بس حيكتباني على القناة. تمام تمام حاضر. مشكل مشكلة يا شمالي. العافية. السلام عليكم. السلام عليكم السلام. يعطيكم العافية جهودك مقدرة دكتورة فوزية. الله يكريمك الله. الله يسلمك يا رب. اه اه دكتورة منتصدة فوزية حبيت اسأل يعني سؤال هيك عام. ايش فرق بين الارك جاي اس والارك جاي اس برو. ايوة. تمام. الارك جاي اس بقى هو ده اسم السوفت وير اللي احنا بنتعامل بيه. بس الارك ماب انترفيس من السوفت وير ده. يعني البرنامج نفسه اسمه ارك جاي اس. ومنه في ارك ماب كيتا لوج oldu designed and ccoove calledenterhouseş žema احنا اتفقنا قبل كده تمام. ام برنامج الارك جاي اس برو ده الفیرزان الاحدث تعديل الجديد بتاع برنامج الارك جاي اس يعني شركت اسري هي الي أنتجت برنامج الارك جاي اس كإصبت. الفیرزين الجديد بتاعها بدل ما احنا آخر ففرزن توقفنا عنده فالارك جاي اس بس عشرة اثمانية بمائما فبدل ما تنتج عشرة اتسعة لانتجت حاجة تانية سوفتوير تاني اسمه كأن ده البرجن جديد بتاع الارك جايس بس شكل الانترفيس اختلف تماماً تماماً عن اللي احنا فاتحينه دلوقتي طبعاً كونسبت الجايس واحد والكونسبت على السوفتوير واحد ويعني معظم الطول بالنفس بس شكل اللي وجهة البرنامج اختلفت وطوره فيه شوية حاجات تمام يعني مهندسة فوزية الآن يعني الارك جايس برو يغني عن الارك جايس بالضبط كأنك البرجن الحديث بتاع الارك جايس بالضبط اهه تمام تماماً تماماً اشكرك تزييراً دكتورا شكراً شكراً العافية الله يتمنى سؤال بيقول له والمساح رفع المنطقة وترسمت على الكاب فهل في طريقة لتعرفها انا هظن ان حضرتك قلت في فيديو او حاجة في القناة بتعرف الحاجة دي صح؟ لا لا هو السؤال الاولاني كان يقصد ان احنا لو رفعنا نقط بالجي بي اس هننوقعها ازاي؟ ازاي؟ او حاجة في القناة على برنامج الارك جايس ده في الفيديو هو بس لو عمل يعني لو فتح القناة عندي هيلاقي في فيديو اسمه تحويل ملف اكسل الى طبقة نقاط تمام ده جابت السؤال الاولاني السؤال ده الشوهندس يقصد به ان هو رسم شغله بس باستخدام برنامج الاوتو كاد اوكي هيقدر يدخله على الارك جايس او هيقدر ولو هو متعرف في الاوتو كاد يعني لو لو عرفنا الكورنيت سيستم بتاعه ايه وزبطنا الداتا فريم على الكورنيت سيستم ده الاخر لا الرسم بنفس التفاصيل وهينزل معنا على الارك ما بعادي وهنكمل شغل عليه بس طبعا نحاول الفورمات من كاد لفورمات جيو داتا بيز هل في كده يا جماعة اي حد عنده اي سؤال؟ هو في سؤال بيقول لو احنا بنرسم بلان وبعمل تحديد لأكتر من نقطة باستخدام اختصار زي حرف السي انا 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 ما فهمتش برضو هو مشكلة الكتب لا هو حرف السي بيعمل بان مش طب هو ممكن يعمل ريز هند وحنا نفتح له الصوت اشتركوا في القناة